تلقى حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم يوم أمس اتصالا هاتفيا من فخمة الرئيس إيمانويل مكعون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة تم خلاله بحث تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال الاتصال أعرب فخمة الرئيس مكعون عن اهتمام الجمهورية الفرنسية بالمبادرة التي طرحها حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال القمة العربية الأخيرة قمة البحرين لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يضمن حلا شاملا ودائما للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية من جانبه أعرب حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي على الاهتمام والدعم للمبادرة مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات التاريخية مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في شتى المجالات والعمل ثويا على تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم ترجمة نانسي قنقر